السلام عليكم كديرين لبس عليكم كانت منها ان شاء الله تكونوا كلكم بي خير وعلى خير ومنقصكم ان شاء الله حتى خير انتم ما قد شوفوا هاد الفيديو كديرين اشخباركم عائلاتكم كل شي بي خير وعلى خير الحمد لله والشكر لله كدوا وزوا هاد الايام دي رمضان سبحان الله العظيم شوفوا اليوم التالة مما ان شاء الله تبارك الرحمن ثلث ايام سبحان الله العمر غاديك يجري الحمد لله الله يرزقها الصح والسلام والطول لنا في العمر والله يجعلوا ان شاء الله يتعود علينا ايام عديدة مديدة يا ربي صد ربي هنا كيف ما كتشوفوا معايا بديت معاكم مال كوكوس اخت الكوكو دي الحريرة لي اندرتوا حد كوكو دي الحريرة ما شاء الله جاتوا غزالة ما شاركتاش معاكم ويما غير شارك معاكم مقتطفات في هاد الفيديو كيف ما كتشوفوا رختكم را همرونة وغارقة ولكن ضرورة من تصوير وغارقة وغارقة ولكن سيفنا م Jeanette أتضغط معاكم هنا كل شي وجد كل شي هنا كنوريكم هادة كرا بحل راديكي و دي الحنزوين يجري حدث وحد صديق للايطالية را بقي ما طيب توجك يطيب مع شوية البصلة وتعمري بايش حاجة ولا التوكلي بحل شلادة هاكوك هنية ارا نيمرونة في الكوزينا الله يلروينا هنا راجت شوية الحوت اليوم شاء الله بايت ندر شوية البصويلة وهانتو ما كتشوفو ايد وحدة كيما كنقولوا ما كتشفق شو الله العظيم محيطك هكا محيطك طيبي محيطك زياد ديت قضية الحمد لله كانت عاونوا في الدار ولكن دائما تضقيك ونعلم رمسكينا في الدار والله العظيم الحمد لله هنا كنشارك معاكم هاد الفوطات هادو غزالين زويني صراحة جربت ديل اي فلاسة ولكن ما كنش بحل ديل كوناد ديل كوناد زوينين بزاف والله إلا هاد الكوناد هادا رجاوني شي وراق على اليوتيوب ما عرفتش ديالاش واش الكوبيرات ديال شي حاجة مبقى ما عرفتش ديال وراق لي جاوني وخاص لي نشوفهم ديالش هنا شاركت معاكم هاداك جابيل قادش زوين بزاف يوحد ريحفنك يخليها في المميعنات وهذاك المعروف هاداك البرودوي ديل ديل هاكو الكوزينة ديل الفروج يعني ديل غالو ارا هاداك رغزالته هوا كيخليش ليدام في الكوزينة هاكا فيما كيكون عندي كترة الخدمة في كوزينة كنخدم بغير هو هنا الحريرة برقلا الظهرة طابت صافي ساليتها صافي غضي هنا دي الشعرية شاركتها معاكم رهزوينة نتائق التباع بحالها كم قادة فن زوينة بلا ما تشريدك بحال سباكيتي وتقسموها هاديتها هي زوينة وتمن ديالها جد مناسب هنا ان شاء الله آآ يعني زعمها موجودة الحاجة كيف ما قلت لكم الى كانت الحاجة موجودة بلا ما انتعبوا راسنا يعني يجيبوا شي حاجة اللي هي موجودة ونخدمو بها هنا يا آآ هنا البسطيلة السحرية والله واحد البسطيلة جات ليوم ما شاء الله تبارك الرحمن جات زوينة هنا خدت كرعة كبيرة يعني ذاك الكرعة الخضرة وخدت هنا يا جوج ديال الخيز زوات آآ ماين ما كبارش ما صغرش حكيتهم في الحكاكة الجيها الرقيقة ووحيت لست الفصوص ديال تومة وهنا شوية ديال الملحة كيف ما كتشوفو وغا وشوية ديال الملحة والزيت بطبيعة الحال هنا كان وجد هاكا وهاكا هنا هي هاداك الفواكه ديال البحر غادي غنزين بيها اللي حطيت الفوق أما هاداك الكرامال والكروفيت نص ديال الكروفيت قطعته طريفات صغيرين ونص دياله خليته طرفة كبارين هنا ما غنزين لحوت بيض لواله هنا غادي ندير غادي نغاب الكروفيت غير ماني لقينا شوية الكرامال تعوج بناه صافي هنا المقايلة هاداو بش غنزين بيها وهنا يدرت الجلوف ديال ديال الكروفيت باش غادي او ديرت فيه الماء وشوية ديال الملحة باش غادي ندير فيه ديك الشعرية الصينية غير باش تنسم هنا ضروري هادا الوصفة لبايتو تطبقوها ضروري طيبو هادا الشرمولة مزيان تتعلكوها بحال هاكا هادا القرعو هادا الخيزو لا بدي تتعلكو ويطيحو ويوليو بحال هاكا فهمتو باش تجيكم زوي نوعه هنا قدرت شوية الخل شوية الحامض عفوان في الفواكه ديال البحر شوية نسمتو بشوية الحامض وهنايا درت العطرية كيف ما كتشوفو عدنا البزار سكنجبير وشوية ديال خارقو معرق والتحمارة صافي هادو متوا بيلا غنحتاجو لهم وهنا غادي تديرو نسكاس ديال زيت ديال العنبة باش تطيحو هاداك البصل هاداك اللي عفوان الخيزو والقرعا صافي هنا غير يطيحو لنا مزيان تيكي تتعلكو تماما عباش غنضيفو عليهم الكارمان وغنضيفو بالنسبة لهاد الكارمان هنا في ايطاليا كي طيب دغية عرفتو سبحان الله كي طيب بالزربة كتر من الكروفيت يعني ما كنحتاجش نديرو هو اللول صافي بالنسبة لما كانش كي طيب عندكم زيان في المغرب كي كنعرفو احنا ما كمشو المغرب كنلقاوه قاسح سلقيه واحد شوية ولي تحركي في المقلب وحده حتي طيب وتخلطي معه هنايا انا ما كنبغيش هاد البسطيلة كنديره ما كتجينيش فيها الروينة مقلة واحدة كنجمع فيها كل شي والبنة ديانا اللي كان عندي كتعجبوه هنا قطعت واحد الكمية دي المعدنوس والقصبر والزيت والخضر قطعتو بحل هكا كدوائر كيف ما كتشوفو وقطعت واحد حامضة اللي هي كبيرة حيتمنها بطبيعة الحال دو كل عضوما الصغورين وقطعتها صغيرة وهنا الشعرية رادرتها في ذاك الماء وصفيتها وقطعتها بالمقص كيف مشوا معي في الفيديو وضفت كل شي مرة واحدة واحد المعلقة كبيرة ديان اللي هريسة بطبيعة الحال بجي البنة ديان زوينة وكان نحركو كل شي مزيان حتى كيتندمج ديك العناصر وذيك العطرية كلها وذك التوابيل كيدخلو في ذاك الحوت كيتجي رائع واحد اللي بننا زوينة السهل بسطا يمكن لك توجديها وبنينة هي هدي هنا البلية لا بد نمسح الحاجة عاد ثاني نكمل خدمة ما نحملش نكمل في الكوزينة وهي ممسها لا بد احتك نمسح البوطة ثاني وكنحط فوق من نبس شبال يدك الشنقي وزوين ومقاد والله إلا ما قاد ديتش الحاجة ما كتبانش لي يا يا دي كتبانش يا يا دي كتبان يا كوزينة رايها مصخة داروري ولا عند طبيعة الحال وما عند ما شاء الله تبارك الرحمن داروري اللي حطيتها كنتش لها لنحيذة باشاكها تيرو حدزيف فوق من الطابلاء لانا بيعني في ما اللي 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 درتها كنحطها نحيذة علي تنشف فوق من هادك فوق من هادك لانا بوصافي هنا كيف ما كتشوفوا معي العجينا ديالبيزارة شاركتها معكم ليلة البارح هنا غير دوزت الفيديو ووريتكم اش نزرتف النهار ديالي هناك كيف تشوفو معايا سوف ناخد هاد المول هادا ايدي هنا ويدي هنا الحمد لله والشكر لله يا ربي صدر ربي وحق الله دروري الدخل الكوزين انا مش يقدري حاجة واحدة الكواليس دع ما كتشوفوهم والله العظيم مهم اللي اقترت عليها تنصور عليكم ارتان ووريكم زعمال تندير هكو هكو الحداقة 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 بزاب لا لا غا غا نضحك زعمال ممكن ووريكم مش نو تندير وصافي هنا قليت واحد شوية لو صلاقتو واقسمتو علي جوج نص ديالو قليتو والنص ديالو بقى خضر اشغان دير بي الله وعلى باقى ما كتبش اشغان دير وي مهم صافي وجدته وهنا يلبس طيلا كيف ما كتشوفو معايا اخت واحد المول اللي هو صغير باش تجي ميقات ده واداك شي باش نحطه وسط طابلة ديال الفطور هنا خط الورقة ديال الفيلو هدي كليسا عملت لولانية كانت عندي ديال اللي خدمت بها البارح بقات عندي درتها كتديري جوجات على الطول وجوجات العرض باش هكوم تبغي تجي معي بحلقة جيك مزيانة موهم قبل ما كتديري الجوج كتدهنيها ضروري بالزيت والزبدة كتدو بهم فوق البوطة كتبقى ديالاشي بحلقة شي كسرون ولا مقلة باش تبقى ودائما ذكي الزبدة دياليكم كتبقى يدهني مزيان دوك الطبقات اللي درنا اربعة يعني جوج ودهنة وجوج فوق عنين هي اربعة صافي وعاوت زيت واحدة طويتها صافي كتديرمها كل كتكبير حشواء كتكبير حشواء عفونا هنه رعدي واحد القروب كيسوني وفي واخا عليكم واخا ابنت القروب قروب الدرداشة باش يعرفوا راسو مش كون عدي جوج قروب بات الموهم هنا كيف ما كتشوفوا معي مني كنجمع لها دوك الجوانب ديال ها داروري كتستعنو داروري بالزيت والزبدة حيث هاد الورقة كتشرب بزاف را لما درتوش لي هالزيت والزبدة را ما كتجيش زوينة إلا درتو الزيت والزبدة خدمتو بهم مزيان كتجي واعر كتجي بنينة بزاف وزوينة وخيك تقطع أنا كنحاول أنني نخدم بيها مزيان يعني هي ما كتبغيكش تقيسيها بالما نهائيا وكتبغيك داروري تحطيها وتغطيها أنا حتي كنزرب ما كنغطيهاش في الحقيقة يعني خدمتي كنزرب شوية ما كنغطيهاش غير كنحط حدايا وكنخدم هنا لبغيتو تديروهم بحال هاكو صغيرين يعني الطوال غادي تطويو هاد الورقة على ربعة ودهنو تاني بالزيت والزبدة كتحطوا الحشوة وكتديرو الجوانب كيف ما كتشوفوهما اللولين باش ما تتخرش لنا الحشوة وكنطويوها على شكل صيغارتا هما كيجي وراقين وزوينين هنا ما نسيت ما صورتم شو معاكم مني طابو حتي هادي كل بسطيلة كبيرة حتيتها الخوتي وهادو طيبتم صيفتم السيدة اللي كان طيب لها هنا البيتزة رجعت باش نشاركه معاكم عفتو كتجي هاد البيتزة غزالة مني درتها البارح عجباتني قتطارو اليوم نحطه في الطابلة دي الفطور تبارك الله ما شاء الله تكالت الحمد لله انا كيبقى في الحلقة الحاجة لما تكالت والله كدولي درتها ودربت عليها تامارة وما تكالت ولك الحمد لله مني كتكال كتفرحي كدولي الحمد لله والسكر الله وهي تاني حاجة اللي كتكون صغيرة كتجي زوينا وكتجي بنينا وكتجي حطف المنظر ديالها في الطابلة ولا بقات شي حاجة بعدها كدروها في التلاجة تحتفظوا بها الغد ولا كانوا عندكم ولدات صغيرة مطابعة الحال الغدر ما تبقى تحاجق هنا كيفما كتشوفوا تاني رأى نفس الطريقة اللي شاركت معاكم البارحة غير كما قتليكم بارتاجيت معاكم الفيديو مقتطفات كلهم من ذاك الشي اللي درت هنا برشمتهم بهذا المرشم كيجيوا زوينين إلا ما كانش تديروا غير واحد الكاس وترشموهم وصافي تكملوا العجينة وغن دير حتى البطبوط إن شاء الله هندير بطبوط كبير ونخرج منه وبطبوطات هما صغارين غنعمرهم ليت بنفس الحشوة اللي شاركت معاكم في الفيديو السابق يعني ما غنشاركش معاكم هنا غذي نوريهم ليكم غير عمرتهم وصافي يعني كتعرفوا هنا واحد المفاجأة زوينة زوينة بزاف نهار كان عندي زوين 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 بزاف بزاف فرحانة جا عندي أخويا يونس واختي لا طيفا والله إلا جاوا عندي فرحانة كان واحد الفطور غزال تعرفوا الفطور مع الجماعة مع الحباب كيجي زوين كيجي في واحد البنة خاصة إيه إحنا دائما هنا كين نبوحدنا ولكن مني كيجي عندنا شي حد كتفرحي أنا بعدها من النوع اللي كنفرح ولكن تنبغوا معي المونيك حيث بعد المرات قد كني عيانة مش كدرش شي حاجة يعني كدر غير شي حاجة قليلة ولكن أنا من نوع اللي تنبغي يعني شي واحد يعلمني باش نوز جدك شي اللي أنا بغي نوز جد مش يجي عندي على غفل أنا من نوع كان كحا إلا جي عندي شي واحد على غفل وما كانت عديتها حاجة ما نحطها مش يتيجي عندي ما زنبغيش لا تنبغي يعني نضايف ونحط آتي مع شي حاجة إلينا بغي نحط يعني بحلقة شي حاجة عشة أو الأغضاء ثاني بغي نحط الحاجة مقدر ما دلت يبقى في الحال هذا الشيء علي شك نتقلق لاشي يحد يعني معلمني ش شو واحد مي جاديت يعلمني شو واحد بعد المرات والله بعد المرات السكر السكر ما يبقى ش عندك النعناع في الضار الملحه اشي المرها ديك يلا اخره وما كتكونش في المرات كتحصلي فيها والله القاسم يوصفي هنا غدي ندوز غدي ندير معكم واحد شلادة زوينة بهاد الفيرو كيف ما شفتو وركن في المعلب زوين وكان حتى الطري ولكن هذا موجود والله يتزوين وبنين بزاف هنا خدت شوية القامرون من انواع بجوج القامرون القري والقامرون الحمر ودرت لذلك الرجلين ديال ديال الكارامان ديال الرجلات هما قطعتهم ودرتهم ضفت عليهم شوية زيت العود شوية الملحة وشوية ديال البزار فقط وشوية ديال التومة بودرة شحرتهم في المقلة وحكيت هنا في هاداك الفيرو درت علبة وحدة ديال المايس يعني الضرة وضفت عليهم خيز وحكيتها في الحكاكة العادية وهنا حتيت الخص كيف ما كتشوفوا معايا حتيت غير الخص في التبصيل وكتديروا هاد الحشوية عبتو هاد الخالط هادا اللي عشاق هاد الفيرو وعر وعر يعني عشاق هاد القمح هادا القمح هادا القمح اللي مفسخ وقالك نقولولي احنا في المغرب ونكتبوه لي في التعالق سعفتو وعر بنين ديال بصح سحي وزوين كي حمقت شلاده ووعرة صافي هنا يزين تب شوية الماطيشة وصفو حتيتها بحلقك زوينة هنا غنرجعو ان شاء الله لتزيين ديال البصطيلة هنا شوفو كالدهب كتولي زوينة هنا شديد تبصيل ديال الطوس معلومة الإفادة تبصيل ديال الطوس حيث كتعرفوه هو غارق يعني هتحطيها تهبط البصطيلة لتحت أنا درت لي هادوك ديال المول ديال الكيكا اللي كيكون كيتحل كيتسد وكيتحل تديك الوسطانية الضايرة وفرشتها في التبصيل ودرت عليها الأنيمينيوم يا كنحتاج للتصفاقات زوينة من عندكم إبداعات صافي هنا يا حكيت شوية ديال الفرماج وتزينتها بالكروفت كيف ما كتشوفوه والحامض ما نسوش الحامض في البصطيلة ديال الحوت لا بد منها وكانت ديال طابلة ديال اليوم الحمد لله والشكر لله اللهم أديمها علينا النعمة واحفظها من الزوال جات واحد طابلة اللي هي زوينة وراقية في نفس الوقت وفيها البنة فيها الوينات فيها البنة فيها كل شي والله الطابلة زوينة غزالة بزاف الحمد لله والشكر لله فرحت بيهم بزاف عايتوا اليوم على الصباح قولي يا را غادي نجيوا عندك احنا غير قرابين هنا وصافي وكيف ماشو هاد الشلادة تهي وجدتها كنت درت البارح بحالة ووجدتها حتى اليوم درت جوج نوع ديال الشلادة والحمد لله والشكر لله ودرت حتى الحريرة الحريرة را ما شربوها شريبة قد ابنها كان موضي في الفيديو مهم تم من بعد اللي بغا الحريرة ياخدها وبقى تحت البصطيلة تهي باقي النص دياله را غا تشوفوها معي في الاخر ديال الفيديو كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عيني باشتراك واللايك وشكرا الناس لدخلوا القناة ديالي جداد مرحبا بيكم والف مرحبا رح اه نهار كبير والله انا فرحانة يعني لقيت عدد مشتريكين زيدا في القناة ديالي الحمد لله وشكرا للمرأة المغربية المكافحة على البارتاج ديالها القناة ديالي الله يجزيها بخير وصلح لها ولداتها تايا ويحفظها ويعطيها الصحة باش تكون مع ولداتها وهنا يا هاو الفطر اتي بالنعناع اتي من نعناع عمرت وخصي لعطي فالله يعطيها الصحة وهنا عاصر ديال ليمون الله يجعل باركة الحمد لله والشكر لله كما قلت لكم جمعت مع اخوتي اليومة وانا فرحانة بزاب حيث كانين عندي وغا يباتوا معنا ان شاء الله باذن الله وهاد الشي اللي كان و الى فيديو اخر ان شاء الله بالنسبة الغداء ما غديش نبارتاجي معكم فيديو كامل الى قدرت نبارت معكم غير شي وصفة وحدة صافحة ما غديش نكون في الدار يعني خدامة ما غيكونش عندي الوقت تنجي الى قدرني الله هنبارتاجي معكم غير وصفة وحدة ما قدرتش المسامح كريمة الغداء يعني بعد غداء بإذن الله لصبح نحيين هنا ركا نقسمها شوفوا الطابلة كارجعج من بعد تزيين وتعب جليل الحمد لله غير ضحكين هنا راجلي وخويا وهاي اختي وخوتي وولداتي الحمد لله والشكر لله وهنا غنقول لكم السلام عليكم ونخليكم ان شاء الله الى فيديو اخر كيف مما قلت لكم هنا هذي الكيسان الصغيرين لا بدك ندير الحليب مع المظهر كان حمقوا عليه في الفطر مع التمر عاد كان بدوا الفطر ديانا وهنا اللحظة اللي كتبغيوها كلكم هذي اللحظة زوينة احسن لحظة ديما في الغداء في الفطر في العشاء يا دي كدب عليكم الكداب وحق الله العاضي من بعد ذكر روينة كاملة كدربة واحد شفيفة واحد المسحة كتحسي براسك مرتاحة ودب ان شاء الله راني كنمونت الفيديو ونحطي تشارجة وغنلوض ان شاء الله راني تبضيت غديمشي ونصلي وان شاء الله لعشاء ونصليه التراويح وغدينلوح الفيديو ومن بعد ان شاء الله هنا رسالي تصار فيلم معنى تغسلتم السلام عليكم اشتركوا في القناة